نروح لمطش بكر النهاردة طبعا يمكن في إطار من السرية لأكتر من سبب الحقيقة أهمهم طبعا هو الحفاظ على حالة التركيز بداية من مباراة غزل المحل الأهلي تفوق فيها بنتيجة اثنين واحد وأعتقد أنه مش بس تفوق على فلين المحل لكن أعتقد أنه كابتن سامي أمصان وجهازه الفني ولعابة النادي الأهلي تفوقت على كل الظروف الصعبة جدا اللي بيعانوا منها سواء اللي غيبين ببداعي الإصابة أو اللي شاركوا بداية الإجهاد لأنه الحقيقة في كل مباراة بنحس قد إيه أنه في عناصر يعني مجهدة على أقل تأدير مش هقول مش هقول بتأدي بمستوى يعني متواضع لكن أقول أنها ما بتطلعش المستوى أو ما بتقدمش المستوى الجمهور مستني منها وإحنا مقدرين تماما أو أنا شخصيا يعني أنا عارف أنه في ناس كتير ممكن تبقى غضبانا بسبب ده لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها زي ما بيقول في لعيبة كتير جدا محتاجة الحقيقة محتاجة ترتاح محتاجة تاخد نفس مش بس الأمر ده ينطبق على النادي الأهلي ده ينطبق على الكرة في مصر كلها حتى مطشاط الدوري يعني اللي بتفرج عليها تحس أن اللعيبة بقت مجرد موظفين مستنيين الحكم يصفر في الديئة 90 عشان يخلصهم من حالة المعاناة اللي هم بيعانوها طول التسعين ديئة وأنا مدرك تماما أنه هذا الجيل من اللعبين في مصر مظلوم وانعكاس ده على الكرة في مصر بشكل عام وعلى منتخبات مصر بشكل خاص أعتقد أنه واضح ومفيش أي حد موضوعي يعني بيحل الأمور بمنطقية وموضوعية يقدر يقول غير كده كرة في مصر تأثرت بشكل كبير بسبب تراجع المستوى البدني اللاعبين بسبب طبعا المواسم المتلحمة على مدار ثلاث مواسم أخير لكن خليني أقولكم بالنسبة لمطش بكرة أنا مش هقدر أدخل في تفاصيل يعني لكن الصورة عموما يعني أفضل نسبيا من بالنسبة للجهزات لعبتنا يعني وبالنسبة للعبين اللي ممكن يدخلوا في قيمة المباراة ويكونوا مشاركين في مباراة بيرامدز أو على الأقل ورقة تكون مع كابتن سامي أقومصان تحت تصرفه حسب سيناريو المباراة الصورة أفضل نوعا ما من مباراة غز المحلة الأخيرة نهارده إن شاء الله بعد التمرين على طول هيبقى فيه الفرقة تدخل هيتم إعلان القايمة بتاعة المباراة والفرقة تدخل في أحد الفنادق معسكر لغاية مباراة بكرة إن شاء الله كل التوفيق